اهلا بكم اكد مصدر عسكري ان وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع الحلفاء تواصل عملياتها العسكرية الناجحة في عمق البادية السورية المصدر قال ان وحدات الجيش تمكنت من الوصول الى الحدود مع العراق الشقيق وثبتت مواقعها في المنطقة شمال شرق التناف بعد القضاء على اخر تجمعات تنظيم داعش الارهابي على هذا الاتجاه وعلى الطرف الاخر من الحدود اكد نائب رئيس الحجر الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس السيطرة على الحدود العراقية السورية واعلن انتهاء عمليات الحجر غربي المنصل المهندس قال اننا استبشرنا بوصول الجيش العربي السوري الى الحدود وهم الان جنوب مواقعنا ونحن في الشمال واضاف المهندس انه تم تحرير اربعة الاف ومائتي كيلومتر مربع ومائة واربعة وستين قرية وتحرير سبعة مطارات والاف الكيلومترات غرب الموصل اقرأ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية باستخدامه ذخائر تحتوي على الفوسفور الابيض المحرم دوليا في سوريا وفي محاولة فاشلة منه للتهرب من جرائمه زعم التحالف ان استخدامه لذخائر الفوسفور الابيض جاء لكشف الستائر الدخانية وعمليات التمويه وتحديد المواقع والعلامات وادعى التحالف انه يقوم بما اسمه الاجراءات العقلانية والحذرة لتقليص المخاطر الناجمة عن استخدام الذخائر الفوسفورية الى ادنى مستوياتها والتي تضير السكان البدنيين وتؤدي الى اضرار بالمنشآت المدنية في خبرنا الاخير وضعت سلطات النظام التركي مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا لتانير كيلاتش قيد الاحتجاز بعد اعتقاله ثلاثاء الماضي بذريعة اشتباهها بعلاقته بالدعاية التركي فتحالا جولان وجاء في بيان لمنظمة العفو ان اتهام النظام التركي لتانير بالانتماء الى منظمة ارهابية هو تزيف للعدالة ويظهر التأثير المدمر للقمع الذي تنفذه السلطات التركية بذلك نكون قد وصلنا الى ختام الموجة عودة الى كيلاتش اشتركوا في القناة